أكثر من 23 ألف عائلة عراقية نزحت بسبب المناخ منذ شهر أذار عام 2024 55% منهم انتقلوا من الريف إلى المدينة هذا ما كشفت عنه منظمة الهجرة الدولية خلال تناولها لتأثير عوامل التغير المناخية في 12 محافظة عراقية في وسط وجنوبي البلاد مضيفة أن تبعات تدهور الوضع البيئي لمناطق كثيرة في العراق شخصة للعيان تتمثل بارتفاع درجات الحرارة وتغير مواسم سقوط الأمطار مع معدلات جفاف عالية أثرت على كمية المياه ونوعيتها واحتمالية حدوث مشاكل بيئية مثل زيادة العواصف الترابية والفيضانات المنظمة الأممية رأت أن تدهور الأوضاع البيئية في مناطق ريفية حفزت حركة عوائل بأكملها سعيا للهروب من المصاعب المالية والديون مشيرة إلى أن مؤشر حركة النزوح سجل في شهر آذار من العام الحالي هجرة أكثر من 140 ألف شخص عبر 12 محافظة في البلد وأن أكثر من 80% من العوائل المهاجرة انتقلوا إلى مناطق أخرى ضمن محافظاتهم وأن 55% منهم انتقلوا من مناطق ريفية إلى مناطق مدنية وأن نحو 20% منهم انتقلوا إلى محافظات أخرى كالنجفي وكربلاء تقرير المنظمة أضف أن أكثر محافظات العراق تضررا بتبعات التغير المناخي هي في الوسط والجنوب ولسيما المناطق الريفية في محافظات كربلاء وميسان والمثنى والنجف وذيقار وواسط والبصرة فضلا عن محافظات صلاح الدين ونينوى ما كشفت عنه منظمة الهجرة الدولية ليس الأول من نوعه فقد كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاوة في نيسان الماضي خلال استطلاع لها أن 84% من مناطق العراق بحاجة لمساعدة وتوفير بنى تحتية تعين على مواصلة الانتاج الزراعي وتحسين الوضع المعيشي ترجمة نانسي قنقر